في الوقت الذي لا يزال اتفاق ستوكولم يراوح في المربع الأول منذ إبرامه منتصف ديسمبر الماضي يأمل مجلس الأمن الدولي في استجابة من ميليشيا الحوث الانقلابية المجلس عقد جلسة مغلقة تمت بناء على مقترح من بريطانيا وخالص إلى تكرار التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاقات ستوكولم وكالعادة جرت تعبير عن القلق البالغ من تدهور الوضع الإنساني وقصف مطاحن البحر الأحمر في الحديدة وكذلك القلق مما وصفوه القتال العنيف في حجة دون تحديد للطرف المسؤول عن سبب ذلك هذه الجلسة تأتي بعد ست زيارات مكوكية قام بها جريفتس إلى اليمن منذ توقيع الانتفاق أملا في مرونة الميليشيا إلا أن شيئا لم يحدث في مختلف الملفات بما فيها ملف الأسرى الذي اتفق على أن لا يربط بالسياسة لاعتباراته الإنسانية حكومة الشرعية من جهتها طالبت المبعوث الدولي أكثر من مرة بالإفصاح صراحة عن الطرف المعرقل وحيثيات العرقلة وما يدعو للاستغراب أن الشرعية لا تزال منذ سبتمبر الماضي في موقف المدافع التزاما منها بوقف إطلاق النار وبالمقابل تواصل الميليشيا نشاطها العسكري في مختلف الجبهات الأمر الذي يثير الاستغراب من حقيقة الموقف الأممي تجاه الميليشيا الانقلابية